نهاردة هنعمل مع بعض الحلويات المقرمشة الجميلة دي اللي انتوا شايفينها بطريقة بسيطة جدا من عجينة الكنافة عجينة الكنافة عملناها مع بعض بالفيديو اللي فات وقلت لكم ان احنا بعجينة الكنافة هنستعملها في اكتر من طريقة دي طريقة لعجينة الكنافة حلوة جدا محشية سوداني الطعم حكاية والريحة حلوة غالصة ما ارمشة وجميلة وهنعمل كمان طريقة تانية للكنافة برضو بعجينة الكنافة حلوة ما ارمشة وبتتاكل يعني ما قولوكوش كنافة بيتي طحفة سي مرة تفياكشو مديو اللي كا متزيمي تسبتكو كتاييف بو كانوا ممازي هنجيب الكنافة اللي عملناها مع بعض هنجيب الكنافة اللي عملناها مع بعض وحط عليها شوية سمنة ومعلقتين سكر بودة تقريبا ربع كباية سمنة واهتي بسينية صغيرة وافريتش فيها الكنافة يتي كتاييفي افلا ديو كتاليا بودرو كذيو كتاليا زاخري اخني يتي جيمسي الحشو انا حطيت سوداني وشباية سكر صغيرة وهضغط عليها عشان يروح في كل مكان وهجيب نص الكنافة الباقية واحطاها من فوق الكنافة دي عمناها مع بعض في فيديو فات ها سيبلوكومي link بتاحا تحت الفيديو ساحلا بسيطا حلوة جندن αυτό το καταγήφι το κάνουμε μαζي σε ένα video θα اشافίσω και το link του video από κάτω όποιος δεν το έχει δει θα στο βάλω από κάτω شربات 3 كبئات سكر وكبئتين ميا الشربات بتاع القنافة والشربات بتاع الحلويات المقرمشة بيكون تقيل شوية يتي سروبي 3 بوتيريا زاخري ذي بوتيريا نيرو طوفين ونفرازي كميتان ذي استاغونس لموني كينا كانلا بعد ما يغلي غلويتين حطيت عصرة لمون وحطيت واحدة قرفة بعد ما تلعت من الفرن وهي سخنة بزقيها بالشربات البارد كده جاهزة معي اول طريقة للكنافة مصدر 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 سهله خالص بسيطة الطعم والشكل هيجبه خالص مصدر أبدا مع بعض الطريقة التانية الطريقة التانية اعجبه ازازه تكون فيها خرم واحد سأجيب العجينة بتاعتي بتاعتي الكنافة وحطها في ازازة بتاع المياه وهكون خرمها خرم واحد بس ياتيز دي بلايس بريبويني دي بلايس είναι αραβικό γλυκό είναι πολύ εντάνοστομο για το αραβικό γλυκό που είναι σαν διπλές θέλω ένα μπουκάλι από νερό και θα το τρυπήσω μόνο μία τρύπα نفس العجينة بتاعتي الكنافة بس الشكل مختلف شوية هعملها زي شباك كده مربعات في سنية تيفيل وبعد كده هحشيها الحشو اللي سأعبره لكم دلوقتي ممكن كمان نعملها برضو في مكانة الكربة بتطلع سهلة وبوسيطة وبتطلع بسرعة ما بتلزقش ولا بتتحرق ولا بيحصل لها اي حاجة ياتو جليكوم έβαλα τη ζύμη μέσα στο μπουκάλι και μπορεί να το βάλω σε τηγάνι τη βάλ ή να το βάλω στη μεχανή για την κρέπα δεν κουλάει δεν χαλάει είναι πάρα πολύ ωραία και βγαίνει πολύ νόστιμο και θα στο δείξω ως τέλος حشو عشان الحشو عايزة سوداني وهوفرمو في الخلاط تياميسي اني هرفيكا في الستيكيا ك ثاتو كانوست الميكسر بعد ما طحنته كويس في الخلاط هحط عليه معلقتين عسل وأقلبو وعملو زي عاجينة عشان نقدر احطو جوه الحشو إذا كذي كتاليا مالي ثاتو كانو سان زيمي ك بريبوانا بعلاقي يعنى برونا توفالو μέσα نجيميشو تزدي بلاس هاخدو اعملو صوابة عشان يبقى سهل معايا ان انا احشي وهجيب العاجين بتاعتي بتاعتي الحلويات وابتدي الاف زي ما انتو شايفين كده اعملها صوابة واحشي من جوه السوداني اللي انا عمليه ايضا 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 احطو ما يكونش حامي جدا عشان ما تتحرقش يكون دافي شوية طبال طبال استدقاني واسوبه لكافتون متريو كيف برني تخرجه خرومة كتفغاجة اول ما ياخد اللون الدهبي اضعه على طول بعد كده بحطو في الشربوت الشربوت بتاعنا بارد عادي بس يكون تقيل وكده الحلوات بتاعتي جهزة طبال المساستيسيروبي بتوفيكسوم مازي كيني اتم توجليكوماس نيبوليوراي كيبولينوستمو كيبوليتراغانون حلو جدا ما ارمش عالاخر والسوداني من جوه طعمه هيعجبكم جدا جدا بالطريقة دي وبالعجينة بتاعت الكنافة طريقة جديدة والعجينة هي هي بنستعملها في الكنافة ممكن نعملها بالطريقة دي بوليوراي جليكو كيبوليتراغانون ماي سبتيكو زيمي تفياكست بوليوراي كتييفي كيبوليوراي جليكو صاند بلاس وكمان الكنافة حلوة خالص والحاجة حلوة جميلة جدا هتعجبكم جدا جربوهم بالطريقة دي هتعجبكم خالصا حلوة جدا هتعجبكم جدا حلوات عشر رمضان يلا ام كلكم عملوها واللي ما اشتركش في قناتي اشترك شكرا لكم حبيبي فهرستو بولي اني بوليوراي جليكو فهرستو بولي جيكاليسة شاركس شكرا لكم لو عجبتكم الوصفة معي النهاردة وعجبكم الفيديو ياريت اعملولي لايك وشيرو والتشتركو في قناتي وتفعلوا الجرس لايك شكرا لكم شكرا لكم